أهلا وسهلا أستاذ حسان عمران وأهلا بمتابعي ومشاهدي منتدى الشرق طبعا اليوم خرجت قرارات محكمة العدل الدولية وحصل نقاش واسع حوالين ماذا تعني هذه القرارات البعض محبط البعض متفائل ومبسوط وبيعتبر أنه هي مكسب سياسي ومكسب قانوني وأنه الشرعية الإسرائيلية الدولية أيضا تتآكل ومن هنا كان هذا اللقاء اللايف للنقاش حوالين هذه القضية مع الأستاذ الباحث في القانون الجنائي الدولي الأستاذ حسان عمران وهو أيضا عضو في منظمة القانون من أجل فلسطين واللي هي كانت من ضمن المنظمات التي جمعت الأدلة على الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في فلسطين أهلا وسهلا أستاذ حسان أهلا وسهلا عزيزي نصر السؤال يعني من البداية خالص اشرح لنا قرارات المحكمة التي خرجت اليوم محكمة العدل الدولية القرار اللي صدر اليوم بداية أهلا وسهلا فيكم في المشاهدين جميعا القرار اللي صدر اليوم كان عبارة عن تدابير مؤقتة القرار الكامل اللي هو المفترض يكون القرار الذي يحسم في جوهر القضية وهي هل إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية أم لا هذا القرار يأخذ سنوات يعني في حالات يأخذ سنوات طويلة جدا نأمل أنه يكون سنوات قليلة مش ما يكون بالشكل اللي كان عليه في حالة البوسنة مثلا فهذا شيء آخر الآن اللي ما نتحدث عنه اللي صدر اليوم هو تدابير مؤقتة قرار مؤقت تقدمت بطلبه جنوب أفريقيا من أجل تخفيف من حدة أو يعني السيطرة على الحالة اللي بتصير حاليا واللي هي تسببت في تشكيل أو في تأسيس المشكلة التي توجهت بناء عليها جنوب أفريقيا للمحكمة المحكمة شو معنات هذا الكلام؟ بالضبط فشو معنات هذا الكلام؟ الفكرة أن جنوب أفريقيا توجهت للمحكمة طلبت قرار في موضوع الجينوسايت أو الإبادة الجماعية ولكن أثناء الانتظار لهذا القرار جنوب أفريقيا ترغب بتخفيف الألم والضرر اللي بيحدث على الفلسطينيين حاليا في قطاع غزة حديدا فمن أجل تخفيف ذلك هناك مسألة تسمى التدابير المؤقتة بإمكانهم يتقدموا بطلبها من أجل إنها تقوم بالدفع باتجاه مثلا وقف العدوان أو وقف العمليات المسلحة السماح بدخول المساعدات الإنسانية التسهيل حركة فواقم الطبية إلى آخرية والحقاب على الأدلة يعني القرار القرار الذي خرج من المحكمة اليوم مش هو القرار مش هو القضية الأساسية القضية الأساسية قضية الإبادة الجماعية تأخذ سنوات بينما القرار اللي صدر اليوم له علاقة فقط بالتدابير المؤقتة لمنع استمرار الإبادة الجماعية صح كده؟ بالضبط بالضبط هذا تلخيص جيد ما هي أبيعات هذا القرار؟ ما معنى هذا القرار؟ القرار هذا بتقديري كان رغم أنه أنا متابع للإعلام العربي شوي وللمحامين العرب فيه هناك حالة سخط على المحكمة ولكن أنا تقديري أنه هذا القرار كان ممتاز على عدة سعود كان قرار تاريخي مهم إيجابياته كبيرة جدا وتطغى على فكرة السلبية الرئيسية اللي أنا من الجيها ونتحدث فيها بداية هذا القرار كان بشكل واضح يقر بأن المحكمة ترى نفسها كسلطة مختصة في النظر في هذه الجريمة وهاي إحدى الدفوعات الأساسية الإسرائيلية تقول بأن المحكمة ما لها سلطة هذا موضوع متعلق بالدفاع على النفس هذه مشكلة بيني وبين الفلسطينيين جنوب أفريقي يعني كل الحجة الإسرائيلية حول المقبولية سقطت فهذا إنجاز تاريخي مهم جدا الآن قضية المحكمة قابلت بسلطتها القضائية فوق القضية صحيح حول التدابير المؤقتة ولكن هذا بالضرورة رح يقودنا نحو القضية الكاملة فهذا إنجاز كبير هذا الأولى الثاني المحكمة أقرت بصريح العبارات أنها ترى أن هناك سلطة أو هناك عفوا أساس معقول للاعتبار بأن هناك جرائم أو للتفكير بأن هناك أعمال تندرج تحت بند الإبادة الجماعية حدثت من قبل أو ارتكبتها إسرائيل معناته إيش هذا؟ معناته المحكمة باختصار بتحكي أنه بتحكي أنه من الممكن أو هناك أساس للاعتقاد بأنه فعلا إسرائيل انتكبت جريمة إبادة جماعية المحكمة لم تقر بذلك لم تقر على ذلك لم تتخذ قرارها بذلك ولكن باللغة البسيطة المحكمة تقول أنه فعلا هناك أساسات معقولة بناء عليها نفترض أنه ممكن تكون جريمة الإبادة الجماعية حدثت هذا في حد ذاته تطور تاريخي ومهم جدا الإبادة الجماعية جريمة الجرائم أسوأ جريمة ممكن توسم فيها دولة الجريمة التي وسمت فيها أي دولة تم عزلها مباشرة بعدها نتحدث عن مينمار عن سربيا عن رواندا والقائمة تطول ألمانيا في فترة الهولوكوست هذه الجريمة يعني جريمة بشعة لدرجة أنه لم تنجوا منها أي دولة تهمت فيها من ناحية الضرر الإعلامي والسياسي وحتى الاقتصادي والعسكري أيضا من ناحية التحلزات ومن ناحية عفوا التبادل الشراء الأسلحة وما إلى ذلك فالآن المحكمة قررت بوجود أساس معقول هذا إنجاز تاريخي هاي مسألة أخرى المسألة الثالثة أنه الآن المحكمة قرارها هذا الآن منيجي منسرد محتوى القرار لاحقا قرارها هذا مباشرة حيكون ملزم على جميع الدول الأعضاء في طبعا هو ملزم للجميع ملزم لجميع عضاء الأمتحدة ولكن تنفيذه تحديدا ملزم بشكل مباشر لجميع الموقعين على المعاهدة منع الإبادة الجماعية إحنا منتحدث عن جميع دول الأمتحدة الأوروبية وجميع دول الأمريكا الشمالية الآن قد يقول بعض أنه هذول مش حيحترموا القرارات ومن هذا الباب أنه هذول ناس إلهم تريف يعني نحترم القرارات إسرائيل طبعا لا نحترم القرار يكون من السداجة المفرطة والبراءة المبالغ فيها أنه نتخيل أنه إسرائيل تحترم قرار من هذا النوع يعني إسرائيل لا ترى أحد يعني هذه المسألة مطلوب منها ولكن حلفاء إسرائيل يهتموا بالمحكمة المحكمة وين موجودة؟ وين مقرر المحكمة؟ في الأهايب في هولندا هولندا تستضيف المحكمة هولندا توفر كل احتياجات المحكمة الدول الأوروبية لها تاريخ طويل باحترام قرارات المحكمة بريطانيا احترمت قرار المحكمة ضدها هناك دول تخلت عن سيادتها عن بعض المناطق الجغرافية أو البحار القليلة المحرية بسبب قرارات المحكمة فالفكرة اللي بدأ أصلها أنه قرار المحكمة الآن هذا التدابير المؤقتة أمر التدابير المؤقتة اللي صدر اليوم له أثر قانوني ملزم على الجميع ولكن تحديدا الموقعين على الاتفاقية وتحديدا الدول الصديقة لإسرائيل والتي هي تعلم أنها تواطأت مع إسرائيل وتعلم أنه في حالة قرار نزيه هي ستداني زيها زي من ارتكب هذه الجريمة اللي هي إسرائيل فهذه مسألة مهمة حول النظرة العامة نحو هذا القرار فباختصار أنا أرى هذا القرار كنجاح تاريخي أظن يعني ما بدي أبالغه لكن أظن من أكبر إذا لم يكن أكبر إنجاز قانوني تم في الفترة الأخيرة وسيفتح الباب أمام تحولات تغير قواعد اللعبة في المجال القانوني والذي هو يؤثر بشكل أو بآخر على المجال السياسي نروح الحيثيات الحيثيات الوحيدة قبل الحيثيات الإشكالية الإشكالية ومن ثم أن ننتقل الحيثيات الآن الإشكالية التي هي تعمم في الإعلام ويتم انتقادها وإسرائيل حتى تحاول أنها تظهر هذا القرار كمكسب إلها مع أنه صراحة أي واحد إسرائيلي بفهم مبترض يكون قلق جدا من هذا القرار ولكن اللي بيحاولوا يحتفلوا فيه أنه المحكمة لم تقم بصريح اللغة بأمر إسرائيل بوقف الأعمال العدائية أو بن قوسين بلغة طلب جنوب أفريقيا وقف العمليات المسلحة أو تعليق العمليات المسلحة هذا الترجمة الحرفية لطلب جنوب أفريقيا هذا القرار لم يتم هل هو مخيب الأمال؟ يعني كلمة مخيب الأمال في وضع الأمور في إطارها أظنها كبيرة ولكن الأمر مزعج لأن المحكمة كان عندها سلطة وعندها قدرة أنها تقوم بذلك رغم العوائق القانونية هذه المسألة خلينا ندخل الآن في تحوى القرار وبعدين نرجع لحيثية لماذا لم تقم المحكمة بالأمر بوقف بقبول وقف إطلاق النار طيب الآن حيثيات القرار اللي أنت حكيت أنه سنذهب الآن لحيثيات حيثيات القرار يعني صياغة القرار شوية فيها هناك أساس معقول للنظر في القضية أنا بحامش قانون بس حاسس أنه الصياغة شوية محيدة كتير فهل ده شيء يعني هل هو شيء إيجابي هل هو شيء سلبي؟ لا لا هذه في المرحلة الحالية هذه اللغة في المرحلة الحالية يعني ما طلبته جنوب أفريقيا هو هذه اللغة لأنه إحنا في مرحلة التدابير المؤقتة يعني حسب القانون الإجراء إلى المحكمة وللمعاهدة أيضا لا يحق للدولة أن تطالب بقرار كامل في خلال شهر يعني مستحيل هذا أمر خارق قضية جنائية قضية سرقة سيارة ولا نقل بيت ولا شيء في المحكمة تأخذ سنة سنتين فتخيل قضية جن السعيد القضاء بطيء هذا طبع القضاء فلغة جنوب أفريقيا في التدابير المؤقتة كانت على هذا الأساس فالمحكمة قامت بالتعامل حسب القانون الإجراء وحسب طلب جنوب أفريقيا ففكرة الأساس المعقول هي لغة المحكمة في التدابير المؤقتة لأن الفكرة الآن أن القرار من هذا النوع مفترض أن لا يدين الدولة إداني بالارتكام وإنما يقوم تقوم المحكمة وهي الصيغة الشرعية أو الصيغة القضائية الأعلى في العالم في حالة هذه المحكمة تقوم بالقول بأنه هناك أساس للاعتقاد بأن جريمة الإبادة الجماعية حدثت هذا ماذا يعني؟ يعني أن جميع التدابير المؤقتة مبررة هذه الفكرة تبرير التدابير المؤقتة لأن المحكمة الآن مسؤولة عن أنه ليش اتخذت قرار سريع خلال شهر قبل التحقيق وقبل البحث في الموضوع فالمحكمة تستند على بسلطتها القضائية أو الجوريسديكشن تستند على هاي الحيثية أنه هناك أول إيش سلطة قضائية بديهية بناء على طلب جنوب إفريقيا ثاني أمر هناك أساس يعني المصطلح المستخدم بلوزبل أو كونسيفبل الفكرة إيش؟ الفكرة أنه المحكمة تنظر في الأدلة ترى أنه الأدلة تحتاج فحص وتحتاج نظر ولكن بنظرة أولية هذه الأدلية جدية وتشير إلى إمكانية حصول جريمة الإبادة الجمعية فهذه لغة المحكمة فالموضوع ما له أي أبعاد سلبية هذه طقوس المحكمة بين قوسين ما هي إمكانيات البناء على مثل هذا القرار لاحقان يعني في القضية يعني في قضية هناك في قضية التدابير المؤقتة اللي هي الآن حكمت فيها المحكمة وفي محكمة الإبادة الجمعية اللي أنت حكيت إن هي قد تأخذ سنوات فما إمكانية البناء على هذا القرار الذي خرج اليوم في القضية الكبرى بتاعة الإبادة الجمعية الآن مسألتين بعد متعلق في إسرائيل وطريقة قيامها بطريقة القتال يعني متعلق في الجانب الداخلي وبعد آخر متعلق بحلفاء إسرائيل الآن خلينا نبدأ من البعد الثاني جميعنا نعم أنه إسرائيل لم تكن لترتكب ربع هذه الجرائم أو أقلها أو لم تكن لتكن في مكان يخولها بارتكاب هذه الجرائم لو لا الدعم غير المشروط إلى حد كبير من قبل الولايات المتحدة وحلافاء الآخرين في أوروبا هذا الدعم هو السبب الرئيسي أنه وصل الإسرائيل إلى هذه المرحلة الفرعونية مرحلة أنه أنا ربكم الأعلى أنه ما حدا بإمكانه يتحدث ما أفعل بهذه الصيغة الآن هذا القرار مباشرة سيسبب ضغط كبير جدا على حلفاء إسرائيل سيسبب لهم ضغط بتحديدا للحلفاء الأوروبيين اللي هم تاريخيا أقرب لاحترام قرارات المحكمة من الأمريكا ربما الاتحاد الأوروبي طلع تصريح أنا وأنا أتحدث أحدهم أرسل لي رابط ولكن ما عرف تفتحه وكان يبدو أنه فعلا الاتحاد الأوروبي أنا ولكن ما طلعت على النص طيب هل هذا القرار أنت حكيت الآن أنه يعتبر أحد أهم القرارات اللي صدرت من المحكمة في الفترة الأخيرة وقد يكون صحح لي هل هو أحد أكبر القرارات بالنسبة للقضية الفلسطينية تحديدا لكن السؤال هل هناك سوابق أخرى بمثل هذا هذه الصيغة أو مثل هذا القرون واستطاع أن تفرض وقف الإطلاق النار بشكل أو بآخر أو تقليل الأليات الإبادة الجمعية اللي كانت شغالة في مكان ما أو في دولة ما إحنا نتحدث في حالة الإبادة الجمعية عن حالات قليلة جدا تم الاعتبار القضاء لها نتحدث عن مينمار نتحدث عن البوسنا ونتحدث عن رواندا هناك طبعا هذا لا يعني أن هذه حالات الإبادة الجمعية الوحيدة ألمانيا ارتكبت إبادة جمعية في ناميبيا قضية هيريرو المشهورة جواتيمالا ما حصل فيها كان مشهور من مشاهد الإبادة الجمعية وغيرها ولكن قضائيا نحن نتحدث عن ثلاث حالات فلذلك الاستناد أو بناء الورد فيو بناء على هذه الثلاث حالات سيكون مخل نظرة مخلة جدا لأننا نتحدث عن حالات قليلة جدا ولكن عودة لفكرة البعد المباشر هذه القضايا هذا قرار من هذا النوع لما يصدر تلقائيا اللي بيصير أنه يحدث ضغط كبير جدا على السياسيين من حول العالم فيما يتعلق بالتعامل مع إسرائيل أو مع الكيان التي تم إصدار القرار من هذا النوع بحقه هذا ماذا يعني يعني أنه وزير الخارجية اللي بزور إسرائيل حيكون قلق من أنه يدان دولة تدان أو هو يدان بناء على تواطئ أو انتهاك لأمر من أوامر المحكمة لأن المحكمة تتحدث عن منع ارتكاب يعني المحكمة بصريح العبارة تقول أن إسرائيل عليها اتخاذ تدبير لمنع ارتكاب جريبة الجنس شو معناته هذا معناته المحكمة تشعر في قرارتها أنه فعلا يبدو أن إسرائيل ترتكب برئبادة جماعية ولكن ليس لها صلاحيات في اتخاذ القرار حاليا فهي غير قادرة على نردخ بهذا القرار طبعا وإذا شفت نمط التسويت 15 إلى 2 أو 16 إلى 1 يعني قرار صراحة فاجأني بعض القضاء لم أتخيل أن يصوتوا بهذا الشكل يعني القاضي الألماني والقاضي الفرنسي يعني الفرنسي ممكن يعني كان في تقدير لكن الألماني أنه يعني كان صح خارج صوت على جميعهم على جميعهم يعني خارج التوقعات يعني غريب في البعد المتعلق بإسرائيل الآن إسرائيل تشعر بالضغوط المتزايدة تحديدا من حليفتها الأولى أو الحبل السري تبعها اللي هو الولايات المتحدة هناك شرح سياسي حقيقي يحدث ولكن لم يصل لمرحلة يغير سير قواعد اللعبة الآن مع هذه الضغوط المتزاودة والآن بينما نتحدث الآن مفترض أنه خلال ساعة أو يعني وقت بسيط جدا تبدأ جلسة الاستماع المتعلقة بقضية التواطئ في الإبادة الجماعية في الولايات المتحدة ضد رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ورأي وزير خارجيته البث المباشر سيكون الآن ولكن الأسف العدد اكتمل فهي مئة شخص أونلاين ولكن العدد اكتمل ولكن البث حيونش ولكن هذه قضية محلية يعني ليست مرتبطة بقضية محكمة العدد سيكولوجيا مرتبطة يعني أنا أعطيك كمثال الآن القاضي الأمريكي لما يرى أنه المحكمة العدد الدولية وهي أكثر محكمة محافظة في العالم من ناحية يعني هي محكمة أرتدوكسية بين قوسيني يعني في أسلوبها في التعامل مع القانون شديدة الصرامة شديدة الميل للتفسير الدقيق القانوني لما تصدر هذه المحكمة وتخرج لك تدابير مؤقتة تتحدث عن وجود أساس المعقول فأنت لما تكون قاضي أمريكي ستشعر بالضغط الحقيقي عليك قاضي أو قاضية أمريكية الآن نتعامل مع هذه القضية أكيد في ضغط سياسي أنت تقاضي رئيس الدولة رئيس الدولة ولكن في نفس الوقت هناك ضغط قانوني ما في قاضي يرغب بأن يظهر كمظهر السياسي أنت لما تصدر قاضي بالسياسي فأنت قضيت على مسيرته القانونية أو على احترامه في الجمهور القانوني الدولي لا يوجد قاضي يرغب بذلك فهو أيضا تحت هذا الضغط السيكولوجي أنه يرغب بالحفاظ على مسيرته القانونية أو مسيرتها القانونية فهذا إلو ضغط سيكولوجي حقيقي سواء بالقضية بأمريكا أو بالقضية ببريطانيا ولكن قانونيا أي نعم هي غير مرتبطة منفصلة طيب أنت منذ قليل ذكرت قضية ميانمار والإبادة الجماعية في ميانمار البعض المحبط من قرار اليوم يعني هو الذي يشعر أنه قرار اليوم كان قرار سلبي بيستشهد بالقضية بتاعت ميانمار السابقة أنه كان القرار بتاع محكمة العادل بخصوص الإبادة الجماعية كان أسرع كثيرا من في الإدانة من إسرائيل ميانمار ما أظن الأمور بالضبط كذلك ولكن التحفظ الأساسي كان حول أوكرانيا أوكرانيا صدر قرار واضح بوقف العمليات العسكرية من طرف روسيا ولكن الآن خلينا ندخل في حيثية وقف إطلاق النار والإشكالية وين من عدة جوانب في عدة أبعاد يعني أنا يحضرني ثلاث أبعاد إذا نسيت واحد منهم زك يعني الإشكالية لماذا لم تقر المحكمة أو تقضي المحكمة بأنه يجب أن يحدث وقف إطلاق النار صح كده؟ بالضبط إشكالية عدم تضمين وقف إطلاق النار في القرار الآن هذا الموضوع طبعا له بعد سياسي وضغوط سياسية كبيرة وقف إطلاق النار يعني أنت كأنك ضمنيا افترط أنه وقف إطلاق أنه إطلاق النار هو السبب بالجريمة الإبادة الجماعية ما يعني أنه أنه أنت نقط الحجة الإسرائيلية إسرائيل على ماذا تستند في قيامها بهذا العدوان أو بالعمليات العسكرية على حيثية أنها دفاع عن نفس هي تقول أن أنا أقوم بالدفاع عن نفسي هذول الناس هجموا علي في 7 أكتوبر وأنا دفعت عن نفسي وجزء من سكاني ومواطني هم الآن محتجزين في قطاع غز بدأت طلعهم هذه الحجة الإسرائيلية المركزية يعني تقريبا هذه كل ما تحدث فيه بدرجة كبيرة الآن لما المحكمة تصدر قرار بوقف إطلاق النار فهي تلقائيا أجبرت نفسها على التعامل مع حيثية الدفاع عن نفس وهذا موضوع شائق جدا لعدة اعتبارات موضوع الدفاع عن النفس هو طبعا حق قانوني يستمد قانونيته من فكرة السيادة أن الدولة لها حق السيادة فالدفاع عن النفس يأتي من باب الدفاع على السيادة وهو حق أصيل في القانون الدولي للدول فإسرائيل واجه معضلة قانونية حول هذه المسألة في محكمة في نفس المحكمة ولكن في غرفة أخرى واللي هي غرفة واللي هي القرار المتعلق بالرأي الاستشاري عفون وليس القرار الرأي الاستشاري المتعلق بقانونية الاحتلال اللي هو حيتم في 19 فبراير جلسة الاستماع قضية منفصلة هذه القضية ستناقش بالضرورة بشكل مباشر قانونية الاحتلال وقانونية الادعاء بحق الدفاع عن النفس وحيفية المقاومة ما إلى ذلك هذا رأي استشاري منفصل المحكمة الآن وهي غرفة منفصلة عن المحكمة الأخرى يعني نفس المحكمة ولكن غرفة منفصلة ستجد نفسها مضطرة للتعامل مع هذا السؤال الشائك الذي يحتاج بحث كبير لا ينتهي في خلال أسبوعين وإذا أصدرت فيه قرار فهي فعليا تقوم بوضع نفسها في موقف حرج جدا جدا إن المحكمة تقوم سواء بنزع هذا الحق أو إقراره الموضوع جدا إشكالي فهما ببساطة هربوا من النقاش بالموضوع فهذا إحدى الأسباب أنه تجنبوا الحديث حول وقف إطلاق النار معلش في السبب الأول ده يعني لو كانت المحكمة طلعت قرار بوقف إطلاق النار كانت بشكل أو بآخر بتزق بنفسها في موقف صعب تخرج منه لو هي قرت بأنه ستنفي الحج الإسرائيلية بشكل غير مباشر حتى لو لم تذكرها يعني أنت لما تحكي وقف إطلاق النار فأنت نفيت الحج الإسرائيلية يعني الحج الإسرائيلية الدفاع عن نفس يعني أنت من دون إقرار بدلك أوكي فهي قضية الدفاع عن النفس هي أصلا لسه قانونيا مش منتهي هل هي عملية قانونية أو عملية غير قانونية صحيح طبعا هذا نقاش منفصل إذا بتحب إذا فيه اهتمام أنه نناقش هذا الموضوع هو نقاش مزعج شوي ولكنه بالنسبة لي غير مزعج السبب الثاني السبب الثاني مرتبط في هذا الآن حق الدفاع عن النفس بالنسبة للدولة يقابل بالنسبة للشعوب اللي ما عندها كيان سياسي حق الدفاع عن يعني يسمى مجازاً بحق الدفاع عن النفس ولكن يسميه البعض بحق المقاومة أو الحق اللجوء للخيارات المسلحة يعني نختصر ونسميه الحق بالمقاومة فأيضاً لما تطلب المحكمة بوقف جميع الأعمال القتالية فكأنها أيضاً أعطت قرار مبدئي وبديهي حول أنه الأعمال المرتبطة أو التي تبرر تحت بند المقاومة أيضاً يجب أن تتوقف فهيك المحكمة حطت حالها في ميدان هي ما بدهاش تدخله إضافة للميدان الأول يعني عندك ميدان لدفاع عن النفس موضوع شائك قانونياً والمحكمة غرفة تانية بتدرس بالموضوع وعندك موضوع الحق بالمقاومة وهو أيضاً ميدان شائك أقصد شائك قانونياً وليس أخلاقياً أو مبدئياً فبرضو هذا المعضل يبدأك تدخل فيها أنت أيضاً وكل المعاك أسبوعين زمن تنهي الموضوع أضيف عليها بعد ثالث غير الدفاع عن نفس والمقاومة البعد الثالث هو أنه المقاومة الفلسطينية الفصائل الفلسطينية سواء الجهاد وحماس أو الفصائل الأصغر يعني جميعها ليست دولة الدولة الفلسطينية حسب الاعتراف الدولة هي السلطة يعني التي تمثل فيها السلطة الفلسطينية هي حكومة دولة فلسطين فلما تقول دولة فلسطين أنت تتحدث عن ما نسميه عادة بشكل دارج فلسطينياً بالسلطة فهي القوة المخولة أو الجهة المباشرة المخولة بالتعامل مع المحكمة وأيضاً هناك أخذوا عطاة لأنه فلسطين دولة غير عضوه الأمم المتحدة ولكن دعونا نرجع لحالة أوكرانيا وروسيا روسيا دولة لا خلافة على دولة نيتها أوكرانيا دولة لا خلافة على دولة نيتها المحكمة لما تدخل في موضوع من هذا النوع ملزم للطرفين لأن هذه دولة وهذه دولة وكلاهما أعضاء في الأمم المتحدة الآن في غزة وفصائلها ليسوا دولة والمحكمة سلطتها على الدول فالآن المحكمة تدخل في مدانتها شائك ثالث اللي هو فكرة إني أنا مجبر أعطي قرار على دولة اللي هي إسرائيل وعلى كائن سياسي غير مدستر بالنسبة إلي أنا كمحكمة فكيف بدأ أعطي عليه يعني أنا الآن بصدر قرار ملزم لهم طبعاً يعني أنا مفترض أنه أنا نظاراتي الاختصاصية القضائية ما بتشوفهم تشوف الدول وليس الحركات أو النظرات وعشان كده أظن كانت في حيثيات القرار حكت أن القضية تتعلق بدولة وحركة بالضبط هذي إشكالية هذي إشكالية طبعاً هذا الدفع الإسرائيلي ولكن جنوب أفريقي كانت ذكية نحن بتقول لك ما الموضوع ملوش علاقة الحماس نحن نتحدث عن قتل المدنيين هذي الدفع الإسرائيلي معلش بالضبط يعني كان في حيثيات الدفاع الإسرائيلية بيحكوا أن هذه حركة وليس الدولة فالمحكمة مش من اختصاصها أن هي تنظر في هذه القضية مش بالضبط القصدت أن جنوب أفريقيا تتحدث أن ما يحدث هو عبارة عن إبادة جماعية للشعب الفلسطيني مش للفصائل ولا للدولة الفلسطينية ولا للشعب الفلسطيني فجنوب أفريقيا قامت بدور المدافع عن الشعب الفلسطيني عن السكان الفلسطينيين المدنيين المدنيين نعم إسرائيل في حجة الدفاع تبعها طول الدفاع تقريباً حكوها 55 يعني على الأكيد 50 واطلع حكوا مرة حماس 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 50 مرة في الدفاع بالضبط وهذا اللي عدوهم أكبر واحد أظن العدد أكبر بينما ما جابوا أي حجة حقيقية يعني أنت كمحامي كقاضي كقانوني بدأت تشوف النقاشات الجوهرية ما فيه يعني ما فيه كله لف وعجن في نقاشات إجرائية ما فيه قضية يعني فقوة قضية جوهرية عندهم هذا كان واضح جداً فطول الوقت هو بقولك حماس وهذا فجنوب أفريقيا صارت ترد على الموضوع يعني طبعاً لاحقاً لأنه ما كان عندنا حق الرد المباشر أنه يعني أنا بقولك أنك تقتل الشعب الفلسطيني ليش فما تحكي لي حماس 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 يعني مشكلتك ما حماس لا دخلة للمدنيين فيها فهذه هي تحوى القضية فهذا الدفع الإسرائيلي طبعاً أنا حكيت ثلاث أسباب هذا وقد يبدو أن أنا متفق مع قرارة المحكمة وأنا لست متفق مع قرارة المحكمة في حقية وقت طلاق المحكمة هل سبب الثالث حكينا سبب الأول الدفاع عن النفس المقاومة ميدان ثاني الميدان الثالث ميدان الدولانية يعني فحيصير في عندك ثلاث قرارات منفصلة هامشية ما لهاش علاقة في حول القضية يعني ثلاث قرارات غير متعلقة بجوهر القرار تبع المدانة فأنت شايف أنه القاضي بيخاف من هذا الموضوع لعدة أسباب الآن في ضوء كل ما سبق ما زلت أشعر أنه قرار التهرب كان قرار يعني مش فقط للضرورة القانونية ولا أسميها ضرورة قانونية صحيح أنا ما تحدث له أساساته حقيقي هاي الإشكالية الثلاثة هاي إشكالية حقية أنا بتكلم قضائيا إجرائيا إشكالية أنا كشخص بدأ أتعامل مع الملف القانوني هتعد وأنا بشتغل على الموضوع الموضوع مش عشوائي هذا ليس ملف سياسي هذا ملف قانوني بلك تقدر تزم بالتراتوبية المعينة ولكن في نفس الوقت كان بإمكان المحكمة إنها تخرج من كل هذا النقاش هنا تتحدث إنه تتحدث عن تعليق العمليات العسكرية تعليق العمليات العسكرية لغاية إرجاع الأمور للحالة الطبيعية وسألت أسكر المب سكر الباب بعدين أنت مش ملزم لا بتحكي إنه الحرب لازم تتوقف ولا بتحكي إنه إسرائيل حق الدفاع النفس ولا بتحكي إنه الفلسطينيين إلهم حق المقاومة ولا ولا بتدخل في فكرة إنه قرارك بتطبق على هذا وعلى ذاك ممكن تصدر قرار عام مش تجاه إسرائيل قرار عام لجميع الدول بالتدخل أو يعني بالقيام بأي دور من أجل التأكد من إنه المدنيين قادرين على التحرك من شمال غزة لجنوبها وتوصيل المساعدات والعودة لحياتهم الطبيعية إلى حين الأمور ترجع يعني أقصد كان بإمكان اللعب بصيغة النص بطريقة لا تدخل المحكمة لا في معضلة الدفاع عن النفس ولا معضلة المقاومة ولا معضلة الدولانية وتترك الموضوع هذا للقرار الكامل أو للغرفة الأخرى اللي هتنظر في الموضوع ولو كانت أصدرت القرار بهذا الشكل كان هيوقف إطلاق النار يعني لو كانت أخرجت القرار بهذا الشكل كان هيكون أقوى من القرار الحالي أقوى لغتان صحيح لغتان الآن ليش أنا بصر على كلمة لغتان لسبب بسيط الآن المحكمة تحدثت عن بنود أساسية هذه مهمة جدا في حيثية وقف إطلاق النار البند الأول قال قيام بالإجراءات اللازمة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من قبل مين من قبلها يعني مش من قبل واحد يعني من دار الجيران هي المحكمة تتحدث مع إسرائيل القيام بالإجراءات المطلوبة لمنع التحريض على الجينوسايت وفي البندين هذول فيه نوع من الاعتراف بأنه إسرائيل بتثوي شيء يعني اعتراف ضمني من المحكمة بأنه إسرائيل قامت في شيء ليش لتطلب منها هذا الطلب الثالث الاتخاذ بالإجراءات المناث المضرورية لإدخال المساعدات الآن فيه بنود أخرى بس أنا بدأ وقف على بند المساعدات البنود الأخرى مهمة ولكن بند المساعدات محوري صباح اليوم أنتونيو جوتيريش قام بإعادة نشر خطاب سابق إله وفحوه بالخطاب متعلق بالمساعدات الإنسانية هذا الخطاب كان من شهر وجنوب أفريقيا تضمنته بالتفصيل بصفحة ونص تقريبا في تسليمها اللي قامت فيه في ديسمبر تتحدث عن أربع عناصر أساسية من أجل أن يكون تكون المساعدات الإنسانية مساعدات فعالة تسمى بالإفكتيف أيد أو المساعدات الفعالة يعني فكرة الجيبيلي بطيارة وترميلي مساعدات هذا لا تدخل في بند المساعدات الفعالة ما بعرف هاي المساعدات مكسرت انهدت ما بعرف هاي صرفي عشان تكون المساعدات فعالة يعني تقوم بالفعالية المهمة المطلوبة للمتضررين لازم يكون فيه شروط معينة من ضمنها الأمن وجود أمن لأنه الإنسان غير قادر على التوجه نحو المساعدات أو صندوق المساعدات في حالة حرب أو في حالة خطر وجود الطاقم الطبي وجود الأدوات الطبية أو الطاقم عفوا الإنساني لو توصيل المساعدات وجود التسهيلات إلى آخرية فهناك شروط معينة يجب أن يتم الالتزام بها حتى يسمى هذه المساعدات مساعدات فعالة الآن لما تنظر في فحوة القرار سواء حيثي في مساعدات أو جميع البنود الأخرى فأنت تتكلم وكأن المحكمة حكت كأن وقف إطلاق النار متضمن في جميع هذه البنود لسبب بسيط أنه لا يمكن تطبيق أي من هذه القرارات أو البنود في هذا القرار لا يمكن تطبيقها بدون وقف إطلاق النار بدون وقف إطلاق النار بالضبط ففعلياً المحكمة تهربت لعدة أسلاب سياسية إضافة للأبعاد القانونية الثلاثة التي ذكرتها تهربت من النطق الصريح بحيثية وقف إطلاق النار ولكن فحوة القرار واضحاً وقف إطلاق النار ضرورة من أجل قيام بالأمر وعدم الاستمرار أنا بتقديري الآن الاستمرار بالعمليات القتالية بالشكل الحالي فيعني بالضرورة انتهاك الأمر مما يقودنا نفس الفكرة أنه إسرائيل انتهتت هذا القرار بشكل مباشر وصريح مما يعني زيادة الضغط عليها الأوروبي عليها والدولة قطعاً حيصير فيه جدال كتير الآن نجي ولكن حيصير زائد أنها تدين نفسها أمام المحكمة الآن المحكمة هذا لسه قرار صغير المحكمة ننظر في قرار كبير وإسرائيل مش يعني مش مش مسألة خير مش مسألة خير مع المحكمة فهي مسألة المحكمة تنظر فيها استمرار إسرائيل بنفس النمط في الحرب على غزة قد يجمع أدلة أكثر على ارتكابها للإبادة الجماعية بالضبط حيضرها استراتيجياً أمام المحكمة هاي مسألة بميما جداً الآن وإحنا بنتكلم وصلني خبر المتحدث القانوني باسم الفريق اللي بنوب أفريقي للقانوني بيقول أنه إذا لم تمتثل إسرائيل لحكم المحكمة فعلى مجلس الأمن التدخل صحيح ماذا يعني قانونياً مجلس الأمن هو الجهة التنفيذية المخولة بتنفيذ قرارات المحكمة وبتنفيذ القرارات الدولية عموماً مثلاً من حق مجلس الأمن أنه يشكل قوات حفظ سلام أو فرد سلام ويبعثها يعني فرين جيش يعني بهذا المعنى يعني مش هو اللي سواها بس مثلاً زي ما صار بحرد كوريا من خلال الجمعية العام مثلاً ولكن استثناءاً فمن حقه أنه يقوم بفرد سلام فرد سلام ضغط سياسي حصار عسكري حصار سياسي اضطرد من الأمم يعني البنود مفتوحة البنود مفتوحة فعنده يعني لما تفتح الكتالوج الخيارات الموجودة أمام الضغط على إسرائيل هو ضغط حقيقي ترى يعني لن يكون ضغط بإمكان إسرائيل إنها تنفي ويعني تحتقره أو يعني ترفض التعامل معه هو حيكون ضغط حقيقي هل في سوابق لتدخل مجلس الأمن بعد لو في دولة ما تزمدش بقرار المحكمة بحاول أستحضر طبعاً في سوابق بس بحاول أستحضر الآن وحن نناقش يعني فشل في الحالات الكبرى في حالة حرب العراق بسبب روسيا وفي حالة حرب أوكرانيا بسبب روسيا وفي حالة فلسطين سابقاً بسبب أمريكا فشل في حالات كثيرة جداً ولكن مجلس الأمن استطاع فرض عقوبات على عدة دول أنا أتذكر يمكن في الخمسينات ساعة الحرب الكورية بس أنا مش تذكر هل كان في قرار من الجمعية الجمعية العامة الجمعية العامة الجمعية العامة بحاول أستحضر هناك حالات كثيرة ولكن للأسف خانتني الذاكرة الآن ولكن هناك هناك حالات فرض عقوبات اقتصادية بحاول أتأكد أتذكر إذا كانت العراق تمت من خلال مجلس الأمن أظن العراق أيضاً من خلال مجلس الأمن قبل 2003 في يوم 26 يناير خارج القرار بتاع المحكمة محكمة العدل الدولي وهو قرار متعلق بالتدبير المؤقتة علشان وقف العلقة معيها الخطوة الجاية ماذا ننتظر إحنا للوقت كشعب عربي قاعد منتظر اللي بيحصل في المحكمة الخطوة الجاية هتكون إيه؟ مش لازم ننتظر لازم نتحرك الآن إيش بعد ما بحكين نتحرك الشعوب العربية ما لها تمثيل ولكن ما عندها قدرة تضغط على حكوماتها عندها قدرة تكون عندها مطالب واضحة تجاه حكوماتها الحكومات تتظهر فيها الحكومات تواجه ضغط كبير هي تعرف أنها مسؤولة عن ما يجري أنه يجب أن تتحرك ولكن لا تتحرك هذا الضغط أثمر في عدة دول أثمر من دون دخول في أمثلة ولكنه أثمر فعليا أنا بتكلم بهذه الحالة أنه صار في ضغوط حقيقية فتلقائيا تتغير موقف الحكومة تجاه قضية جنوب إفريقيا وتعامل معها بطريقة مختلفة المطلوب الآن أنه الآن نحن أمام قرار تاريخي إسرائيل نعلم أنها لن تحترم ويكون من السداجة تخيل أن إسرائيل تحترم وصلوا لمرحلة من الكبر مفترض أن يكون فيهمنا الرسالة هذول لن يحترم ولا يرون أحد أمامهم المطلوب الآن البناء على هذا القرار من أجل الضغط على الأوروبيين وعلى الحلفاء إسرائيل بشكل مباشر وعلى الضغط على جهات الأمم المتحدة المختلفة بدءا من مجلس الأمن من أجل اتخاذ قرار للتدخل الآن أمريكا تيجب تحكي لي أنه عندهم حق النقد صحيح ولكن حق النقد تجاه قرار صدر من صدر من المحكمة محكمة العدل الدولية واللي رئيسة المحكمة أمريكية وهي صوتت لصالح القرار تفاجأت صراحة صوتت لصالح القرار والألماني حتى صوت لصالح القرار فأمريكا لن يكون من السهل عليها إنها تقوم بالتصويت بالفيتو استخدام الفيتو فيها وإن استخدمته فهذا رح يشعرها بضغط كبير يعني ممكن أمريكا ترفع إيدها وتصويته الفيتو ولكن بعد هذا الاجتماع ستقوم بالضغط بشكل شديد جدا على حقومة ينترنياهو إنها تخفف بالنهاية هذا الموضوع بسبب وجع راس شديد جدا بالنسبة للولايات المتحدة يعني الولايات المتحدة مش إنها تتصارف فيك من دون أي ضرائب ونالك ضرائب فهي ستكون مجبرة إنها تضغط على إسرائيل أكثر من أجل إما إنهاء العدوان أو تغيير سياساتها بالتعامل معاه موجودة في مجلس الأمن وهناك دول كثيرة يعني صديقة في مجلس الأمن إنها تقوم بالتحرك وتطالب تنفيذ هذا القرار بأي طريقة ممكنة أو فرض عقوبات سياسية عسكرية من ناحية الحصار العسكري يعني مثلا إصدار قرار بمنع بيع السلاح لإسرائيل كمثال يعني ممكن يكون هذا طموح شوي ولكنك بداية ممكن قرارات من ناحية الحصار الاقتصادي أو الضغط طرح فكرة للحصار الاقتصادي على طاولة مجلس الأمن لم تطرح على أحد علمي مجيد تطرح الآن ممكن ترفض ولكن يعني الفكرة تبقى موجودة فالبصير أنه ضغط لعزل إسرائيل إسرائيل ستثمر في عنادها وتعنتها ولكن هذا سيؤدي لأول مرة لمزيد من العزلة الدولية الآن عزلة ما بنحكي عزلة لأنه ما يكونش لها صحاب لا ما يكونش لها حول فهذه الفكرة مثل العزلة التي تعرضتها أو تكون يكون التحالف مع إسرائيل مكلف ما يكونش بالسهل زي دلوقتي مثلا أو كذا هو عمليين القرار بشكل أو بآخر ان تزع أو جعل شرعية إسرائيل الدولية تتآكل في مكان ما قد يمكن أن نبني عليها بالفكرة السؤال السابق ما كانش قصدي نحن ننتظر كشعوب عربية لا أنا أصدي المصاري القانوني ما هي الخطوة القادمة في المصاري القانوني إحنا دلوقتي موضوع التدابير المؤقتة الخطوة القادمة بالنسبة للمحكمة هتكون إيه أو هتكون إمتى أو كذا المحكمة الآن أنهت التدابير المؤقتة ولكن سيبقى عندها أنها تنظر في تطبيق التدابير المؤقتة طلبت إحدى الطلبات طلب جدا مهم الالتفات إلو وهي أنه إسرائيل تقدم تقرير شهري في التزامها في هاي القرارات منع الإبادة الجماعية القرارات كاملة من ضمنها المنع طيب ممكن تفكيها القرارات كاملة الآن عندك الأول المنع الثاني هم سبعة أو خمسة أظن الأول المنع القيام بإجراءات الضررية المنع إجراءات تحتفظ لمنع الإبادة الجماعية بالضبط الثاني الاتخاذ التدابير المطلوبة لمنع ارتكاب الجرائم التي تندرج في المادة رقم اثنين من معاهة الإبادة الجماعية والتي تفصل في إجراءات الإبادة ثلاثة تتحدث عن المساعدات الإنسانية أربعة يعني دخال المساعدات الإنسانية أربعة القيام بالإجراءات الضررية لمنع تدمير الدليل إسرائيل تقوم بتدمير الأدلة الأدلة على إدانتها فهذا أمر أيضا هذا له أهمية كبيرة جدا يعني فكرة أن المحكمة تطالب الطرف بعدم تدمير الدليل يعني مضوع مفهوم يعني هناك تضمين واضح لفكرة أنه هناك ارتكاب لهذه الجريمة أيضا من محاولة إخفاء الجريمة خمسة التقرير الشهري المفترض إسرائيل تقدم المحكمة والموضوع صراحة تقدير وإن كان يبدو أنه صغير ولكنه أثره كبير وأثره سواء القانوني السيكولوجي والسياسي كبير جدا أنه أنت يعني يعني بتعرف فكرة العريف أمام بالصف بيكون دكتور بأسماء الغياب واللي بيطلعوا صوت الموضوع فيه إهانة كبيرة جدا هذا مطلع فباختصار هذه القرارات المحكمة ستنظر في تطبيقة المطلوب الآن من المحكمة إنها تستمر في النظر والتعليق وإصدار بينات حول الأمر المتعلق وذلك القطوة المطلوب الآن هي فراحة أكثر خارج المحكمة لأن المحكمة عندها قرار طويل راح تطور وهي بتشتغل عليه المطلوب الآن الدفع باتجاه بداية الضغط على الجمعية العامة العمومة والمتحدة ومجلس الأمن للتحرك بناء على القرار هذا يعني لدينا الآن تطور جديد هو القرار لازم يتحرك يكون هو أساس التحرك في الجمعية العامة وفي المجلس الأمن الضغط على الدول من أجل الحديث مثلا الدول العربية الحديث حول حصار اقتصادي أو منع إدخال المساعدات الاقتصادية لإسرائيل هناك أخبار كثيرة أظن مرت عليكم أنه هناك محاولة لكسر الحصار الاقتصادي على إسرائيل هذه أمور يجب أن تتوقف يعني يجب على الأقل تسليط الضوء عليها بشكل مباشر إحنا نتحدثش عن الدول نتحدث عن الجمهور العام تسليط الضوء عليها من أجل أن تتوقف فعلا تتوقف صحيح أننا نعيش في دول على النمط الإغريق الديمقراطي القديم ولكن هناك إمكانية وأثبت التجارب التاريخي أنه في فرصة الضغط تسليط الضوء على قضايا معينة تضغط وتغير من السياسات وإن بشكل نسبي فهذه مسألة أيضا ضرورية جدا المطلوب من الحكومات العربية وحكومات منظم التعاون الإسلامي والدول الصديقة إنها تضغط بشكل مباشر على الاتحاد الأوروبي من أجل التناسق مع سياسته السابقة تجاه المحكمة وأنا بتقدير الموقف الأوروبي لن يكون بالبساطة فكرة أنه ينسى القانون وينسى القرار ويتعامل مع إسرائيل كأنه شيئا لم يكن ستتمر العلاقات لفترة معينة ولكن بالضبط وهذا سيحرك الضغط الشعبي بكثير يعني الآن المظاهرات هاي لن تستند على فكرة حق أخلاقي فتستند على قرار محكمة يعني حق الأخلاقي موجود وقرار المحكمة موجود هذا حق يعني هذا خلنا نحكي نقطة ارتكاز محورية في تجييش الناس أنهم يتحركوا ويتغطوا طب طيب سؤال بس لازم ناخده من التعليقات السؤال أنه هل يمكن الاستناد على قرار المحكمة الصادر اليوم لمقاضات الكيانات أو المنظمات أو الأشخاص التي تدعم إسرائيل لمقاضاتهم في المحاكمة المحلية في أوروبا أو في أمريكا اللاتينية أو في أمريكا السؤال يقول هل هذا يدعم التوجهة؟ هل القرار يمكن الاستناد إليه في محاكمة الأشخاص أو المنظمات أو الكيانات التي تدعم إسرائيل في القضاء المحلي يعني بدأ أحاول أجيب على هذا السؤال من دون ما أدخل بالتفاصيل القانونية موضوع الأحادية والثنائية ما بدأ أدخل في التفاصيل الإجرائية القانونية ولكن الجواب العام أي نعم بالإمكان الاستناد عليه هل بشكل مباشر تنسخه وتستخدمه كما هو لا الموضوع أقد ولكن بالإطار العام بالمعنى العام أي نعم بالإمكان الاستناد عليه وهذا اللي حيصير وهذا اللي حيصير ولكن إجرائيا هناك إجراءات كثيرة جدا يجب النظر فيها من ناحية هل الدولة أحادية ثنائية من نظرتها للقانون الدولي وتفاصيل أخرى إذا حابين ممكن ندخل فيها ولكن تردنا بشكل سريع يعني أنه إيه الفرق بين الأحادية والثنائية في النظر القانوني الدولي؟ الآن قرارات المحكمة ملزمة على الجميع هاي الآن دعنا نتكلم عن بعدين بعد القانون المحلي والآن نجي والبعد الآخر اللي هو بعد الدولة نفسها والانتزام بالقانون الدولي القانون الدولي ملزم عفوا قرارات المحكمة العدل الدولية ملزمة على الجميع الجميع جميع أعضاء الأمم المتحدة تحديدا بصفة أعلى أعضاء معاهدة الإبادة الجماعية أو منع الإبادة الجماعية لأنهم موقعين على هذه المعاهدة ولكن ملزم الجميع ما يعني أن الدولة تلقائيا إلا لو كان في سبب آخر يمنعها من ذلك ستلتزم بالقرار وهذا اللي بيصير في غالبية الحالات غالبية الدول العالم تحترم قرار المحكمة فهذا الالتزام بقرار المحكمة شو رح يبني؟ رح يبني شغلة أو مسألة ممكن تسمى بيه الممارسة ممارسة الدولة تجاه هذه المسألة هذه مسألة شفناها في حالة إيطاليا في قرار من محكمة روما قبل سنتين أو يعني سنتين تقريبا لعندما حكمت محكمة روما بقرار متعلق بنقل السفارة الإسرائيلية نقل السفارات للقدس أو أنه يعني الفكرة الأساسية عفوا إعلان القدس كعاصمة الإسرائيل كعاصمة الإسرائيل لعاصمة الإسرائيل فصار إشكالية في ألمانيا أنه مسابقة تلفزيونية على نمط ستيب هاربي جابت مسابقة طلع السؤال ما هي عاصمة إسرائيل المتسابق جاوب تل أبيب حتى يفوز بالمسابقة طلع له أكس على الشاشة فالزر مزعل والبيالية الفلسطينية التقطت الموضوع هنا كل مناصرين وعدة منظمات ماركسية في إيطاليا التقطت الموضوع وتوجهت المحكمة في قضية مدنية وليس جنائية المحكمة روما District Court of Rome وطلبت بشكل مباشر أنه المحكمة تقوم بتعويضات لهذا المتسابق لأنه غلقت القانون الدولي بحكي هيك وتصويت إيطاليا وسلوك إيطاليا الممارسة ممارسة الدولة الإيطالية والحكمة الإيطالية تضي عكس ذلك فهمت الفكرة اللي أنا بحاول أصل لها اللي هي فكرتي أنا مش عارف إذا وصلتها فكرة أن الممارسة اللي هي مبنية على الالتزام يؤخذ بها بالمحاكمة المحلية هذا البعد الأول البعد الثاني إلا إذا كنتوا زهقتوا شوي لأنه البعد الثاني فيه برضو أخذوا عطا البعد الثاني يتعلق الأحادية والثنائية الآن الأحادية المقصود فيها أنه الدولة الأحادية المونيست في القانون الدولي تقوم بتطبيق أو تقوم بتشرب القانون الدولي تلقائيا فمثلا قامت الحكومة بالتوقيع على معاهدة أو قامت المحكمة بانتخاذ قرار فهذا تلقائيا يصبح من القانون المحلي لتلك الدولة فمثلا نقل الدولة سين أحادية مما يعني بالضرورة أنه أي قانون دولي صارت تلقائيا يعني المحاكمة المحلية ستضطر بتعامل معها كأنه قانون محلي أقرب البرلمان هي الأحادية الثنائية ومصادق للبرلمان يعني أنه الثنائية تماما عندها سد منيع بينها وبين القانون الدولي لا الموضوع فيه أخذ عط يعني بالشكل يعني بالمجمل تحتاج لمصادقة للبرلمان من أجل نفاذ وسريان اتفاقية معينة في القانون المحلي بتلك الدولة سؤال أخير لشان نختم القضية الأساسية هي قضية الإبادة الجماعية مش التدابير المؤقتة إمت متوقع أنه المحكمة تبدأ تأخذ إجراءاتها وإمت ممكن يصدر القرار النهائي أنه إسرائيل اللي افتكب التبادة الجماعية أو لا السؤال صعب صراحة الجزء الأول أنه متى المحكمة ستباشر تلقائيا مفترض بعد 6 فبراير المحكمة ستباشر بشكل مباشر طلع بالتحقيق وبالعمل وبالنظر في التسليمات والقضايا وقد يكون دول عديدة تتدخل في الموضوع يعني ألمانيا أعلنت دول أخرى أعلنت تدخل أعلنت لمصلحة إسرائيل دول أخرى أعلنت تدخل لمصلحة جنوب أفريقيا وأعلم أنه في دول كثيرة جدية في الموضوع فهذا يعني أنه سيكون هناك قرارات إجرائية كثيرة جدا وإدخالات أخرى تسليمات جديدة مما يعني أن المحكمة ستنظر في الموضوع أكثر فهذه هي القرار النهائي سنوات أتمنى أنه لا يكون سنوات طويلة جدا أتمنى أن كنا نتحدث عن ثلاث سنوات سنتين أتمنى طيب شكرا جزيلا أستاذ حسان على وقت على الشرح المفصل لأنه يعني من ساعة ما خرج القرار وفيه كثير أسئلة وكذا حاولنا أن نترحها في هذه الجلسة معاك شكرا لك شاكر للمستمعين وجمهور منتدى الشرق وعلى فكرة يمكن أنه أنتوا تستمعوا عملنا حلقة سابقة مع الأستاذ حسان حول القانون الدولي ومقاضات إسرائيل في القانون الدولي وفي القضاء المحلي وكانت الحلقة في بودكاست الشرق كانت أوسع شوية وتشرح ما هو القانون الدولي وكيف نتعاطى معاه وكيف نتعامل معاه وإيجابياته وسلبياتهم إلى ذلك فأحلكم إلى الحلقة وشكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله